مواقف اللي انت بتنسوش للكابتن محمود الجوري انا عايف ان هي مواقف بس مواقف مثلا على سبيل المثال ومواقف ده فيدي المعلق معاك في طول حياتك المهنية والشخصية لا هي مواقف كتير زي حالك تفضلت وقلت يعني بس في مواقف مصحوبة وفي مواقفين ده ما انا اقولهم بصراحة موقف في بوركينا فاسو في بطولة افريقيا لما في احد اللي عيبه جي قال لي يا كابتن خلي بالك اللي عيبه زيقت وفيه الناس كان عادينا ماتش فيه الناس بتلم الشونة على اساس ايه يعني تغلب ونمشي يعني ده بوركينا 98 98 طبعا ففيه حاجات توصلها وفيه حاجات انت تتصرف فيها ما تتوصلهاش لان ده مدين فاني ببقى في دماغه حاجات كتير فالمواقف ده خطير فاروحت له فقالت له كابتن خلي بالك في كذا 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 كان يوم صعب عليه جدا مهم ايجا معناهم على عشا طبعا عشا كان طبعا في غرفة زيارة كده وابتاع بس ايام جميلة خلي بالك بقى في وصيبك بقى بنامش فايف ستارز لا 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 حاجة بس ادام مصحوبة بنجاح لازم تفتكرها بحاجة حاجة صح فالمهم فجامع اللعيبة وقال له من عندي خبرين واحد كويس واحد وحش فقالوله كابتن كان حسام حسن كابتن منتخب فقاله طبعا كابتن بطيدي بالوحش ايه هو فقال له احنا بعت سمير احنا كل مفروض ايه بقى ايه عادينا مصح مسلا بكرة فنبعتنا ان نشوف حاجز اه بعد بكرة عشان لو قدر الله خرجنا يبقى في حاجز يعني صح فقال لهما لبعت سمير يحجز فما فيش حاجز خارز غريم واحد في الشهر واحد في الشهر ده تاني يوم النهائي اه اللي احنا كده قاعدين هنا اللي هو اللي بيفكر يمشي اللي بيفكر يمشي انتوا كده قاعدين توعدوا كسبانين ولا توعدوا انت كملت الحوار خلاص ما ده اللي حصل صح فقال لهم انا كده او كده احنا قاعدين فبدل ما نقعد ونقعد بقى كده نقعد ونفرح بلدنا وشعبنا وجمهورنا طيب قالوا له طب بالحاجة الحلوة كابتور قال لهم والله كلموني من مصر جاءت المسؤولة كلموني قالولي فيه مكافأة غير طبيعية في حالة وصولنا للنهائي ولا حد تكلم ولا حد هالحاجة ولا حد اننا كنا من داقين ولا حد هالحاجة تبقى واللعيبة خرج راحت اللعيبة اللي جاء قالي قال يا كابت انه خرجنا من المحاضرة كلنا نفكينا الشنط وقعدنا وصينا خلاص هجامعة بقى خلاص نقعد فده موقف باريك مدى عقلية واحد خليباك عصد مش موضوع تدريب في الملعب تدريب في الملعب ده مياخدش منك اكثر وشي في المية انت عادتك تدريباتك وتاكتك بتاعك وخبراتك حوالين الثمانين في المية لحوالين المية في المية دول هما دول ينجحوه وواحد غيره كم ممكن ياخد الموضوع بعصرية اه طبعا وازاي تعملوا كده وانت مش عارف ايه وبتاع فتبقى الموضوع